النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لكم متابعي نشرة الأحوال الجوية عبر أثير هذه الثورة مخفض جوي حراري متمركز في أشواء شبه الجزيرة العربية يؤثر امتداداته عبر المحور الجنوبي الشرقي لبلاد الشام على مناطق شرق المتوسط يتزامن تأثير هذا المخفض الجوي الحراري مع وجود امتداد ضعيف لمخفض البحر الأحمر هذان المخفضات الجوية مدعوماً علوياً بكتلة هوائية حارة مرافقة لمتفاهم جوية شبه مدارياً علوي تدوم تأثيرات هذه المنظومة الجوية الحرارية والمرافقة لأجواء السديمية المغبرة حتى ساعات مطلع الأسبوع القادم حيث من المتوقع أن يتقدم مع ساعات مساء الجمعة مخفض جوي خماسيني حار أيضاً ومرافق لكتلة هوائية حارة مع أجواء سديمية مغبرة بناء على هذا التحليل توزع الضغط الجوية في طبقات الجوي كافة نتوقع بإذن الله تعالى أن يكون طقس اليوم الثلاثاء مشمساً مستقراً حاراً سديمياً مغبراً قليلاً من المتوقع أن تكون كمية الغبار المحمول في الجو يوم الثلاثاء أخفض من كمية الغبار المحمول في الجو التي سجلت يوم أمس الأثنين ترتفع درجات الحرارة نهار الثلاثاء لتلامس 13 درجة مئوية نهاراً وتنخفض ليلاً إلى 10 درجات مع ساعات عصر الثلاثاء نتوقع بإذن الله تعالى أن تتشكل حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي مصاحبة لزخاط مطار الرعادي على مناطق أقصى شمال شرق سوريا وخاصة مناطق المالكية وما حولها تتحرك الرياح الغربية بسرعة 20 كم في الساعة كما تعمل أنظمة الطاقة الشمسية الثلاثاء بكفاءة عالية بالنسبة ليوم الأربعاء تدوم الأجواء الحارة والستديمية المغبرة قليلاً مع قيم غبار أخفض من يوم الثلاثاء بإذن الله تعالى كما تبقى الفرصة سانحة لبعض الزخاط الرعادي من المطر على مناطق أقصى شمال شرق سوريا بصفة عامة تكون الأجواء مشمسة مستقرة وحارة نسبياً على كامل المنطقة تتحرك الرياح الغربية بسرعة 20 كم في الساعة وتعمل أنظمة الطاقة الشمسية بكفاءة عالية درجات الحرارة المتوقعة نهار الأربعاء بإذن الله تعالى 31 درجة مئوية نهاراً وتنخفض ليلاً إلى 10 درجات بالنسبة لنهار الخميس بإذن الله تعالى أيضاً تستمر منظومة الأجواء الحرارية على شكل أجواء مستقرة مشمسة مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها تلامس درجات حرارة نهاراً 30 درجة مئوية وتنخفض ليلاً إلى 10 درجات كما تتحرك الرياح الغربية بسرعة لامس 18 كم في الساعة تكون الأجواء المغبرة ضعيفة ولكنها ملاحظة على أجواء كافة المناطق إذن أهم ما يميز طقس الساعات 72 القادمة هو بقاء الأجواء الساديمية المغبرة ولكن بدرجات متفاوتة حيث تميل الأجواء إلى أن تصبح صافية مع بقاء بعض الغبار العالق في الجو وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة بالنسبة للتوقعات المتوسطة وبعيدة المدى نتبقى بذنها تعالى أن تحافظ درجات الحرارة على قيمها العالية مطلع الأسبوع القادم على أن تبدأ بالانخفاض مع أول أيام العيد أو قبل أيام العيد بيوم واحد مع تواجد كتلة هوائية بالدى نسبياً في طلقات اليوم العليا قد تصاحبها خلال فترة الأسبوع القادم زخات مطار متفرقة هذا كان كل ما يتعلق بحالة تقصى متوقع قادم ألي أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون